يلتقي المرشحان للجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية ايمانوال مكرون وامارين لوبان اليوم في مناظرة تلفزيونية مرتقبة في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وتوصف المناظرة بالحاسمة في الداخل الفرنسي سيما أن الرئيس المنتهية ولايته لم يشارك في أي نقاش قبل الجولة الأولى واتهمه التجمع الوطني بتجنب النقاش لكنه ضحض الاتهام مذكرا بأن أحدا من أسلافه لم يقم بالأمر خلال مهامه الرئاسية فيما تعرب مرشحة اليمين المتطرفة التي ركزت حملتها الانتخابية على مسألة القدرة الشرائية عن ارتياحها الكبير